موسيقى طبعاً أنا ولد في فريق كانوا من فريج الفاضل في 1948 عشت في أحسن منطقة بالنسبة للتجانس الشعبي بالنسبة للبحرينيين يعني كان يعيش معانا في نفس الحي يعني البحريني من أصول أو يعني الهندوس الهنود الباكستانيين اليهود المسيحيين فكلنا يعني تربيت في هذا الحي اللي هو حي فريج الفاضل اللي هو يعني مثل ما تقول الفسايفساء مالت الأحياء البحرينية اكتسبت الشغلة طبعاً من والدي الله يرحمه لأنه كنا عايشين احنا بالضبط في الحي خلف معبد الهندوس إذا أطلع على الجهة اليسار أدخل في أمر على سوق الطواويش يعني اللي هو سوق اللؤلؤ في البحرين وإذا مريت إذا لفيت يمين وطلعت يمين أدخل على شارع الذهب اللي هو شارع الشيخ عبد الله وسوق الذهب فيعني تربيت في نفس المجال هذا يعني مجال الذهب والمجوهرات ومنها تعلمت الشغلة من والدي وعشت معاه في شي اسمه والدي كان عنده محل طبعاً لما أنا طلعت أو بديت أفهم والدي ما عنده كان شغل طواشة لأنه غير من شغلة الطواشة اللي هي بيع وشراء اللؤلؤ إلى شغلة المجوهرات محلنا كان في شارع الشيخ عبد الله في قصدي شارع باب البحرين اللي هو قبل السوق المثقف عشت معا والدي وبعدين لما الوالد الله استخار له وتوفى في أربعة وسبعين رجعت أنا ويا أخوي جهاد الله يرحمه وفتحنا سوينا هذه الشركة اللي هي شركة المجوهرات في عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين وبينها يعني قاعدين نحاول أنه نطور في عملنا اليوم أصبحت الشغلة يعني البزنس هذا لأنه جهاد أخوي الله يرحمه قبل لا يتوفى بقى حصتها في الشركة اشتريتها أنا من عنده وبعدين استمرت أولادي معاي زوجتي معاي في 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 الشغلة تطورنا بشكل ملحوظ يعني شو اسمنا اتقلنا إلى دول مجلس التعاون فتحنا بوتيكات في في كل محل في السعودية وفي دبي وفي أبوظبي وفي قطر وفي الكويت وطبعا البحرين يعني محلاتنا موجودة ومعروفنا فوين اي استريت في الله يسلم تتكون من طبعا زوجتي وعندي أنا الله يخليهم أربعة عيال اللي هما والدين وبنتين محمد وفيصل ونورة ومريم كلهم يشتغلون معاي في نفس الشركة كلهم كل واحد باختصاصة وكلهم ما شاء الله عليهم منتجين وكلهم درسوا هذا العلم اللي هو علم الجولوجيا أو أنه يعني يعني علم الأحجار والذهب وصناعة الذهب وصناعة المجوهرات معاي هما الآن هما يديرون العمل معظم العمل هما يديرونه طبيعة الحال ايه ما شاء الله يعني هما هما يدخلوا معاي وهم شايلين وقايمين بالواجب خير قيام يعني ما في أنه يعني كلهم ما شاء الله منتجين يعني والله وصلنا يمكن يعني يعني مليونين دولار يعني ومستعدين أن نصنع أكثر من مليونين كلها شبك يعني شبكات هذه ومصنع يعني وعندنا أغراضنا الخاصة اللي هي يعني في المحلات والله أنا هوايتي أسوي ديزاينات وأشتغل وأشتغل أحب عملي وأحب شغلي وأحب موسيقى مثلا يعني أسمع موسيقى طبعا لكن يعني مو بدل أسمع موسيقى طول اليوم لا أسمع موسيقى في أوقات معي أنا أحب أسمع موسيقى هوايتي طبعا أنا يعني رياضي طبعا يعني رياضتي اللي هي أهم شيء عندي المشي أنه من ثنوات عندي شلة أروح أمشي معاهم تقريبا شبه كل يوم إلى أن جاءت الكورونا اليوم أمشي الوحدي لكن ملتزم يعني بالرياضة كل شيء في حياتي هم يعني أولادي كبرى وماشاء الله اليوم سعاتي يعني أنه يجون يا أحفادي أنبسط معاهم أشتاق لهم إذا ما جوني سوي تيلفو وينك يا ولد ما جيت أو أنه أكلم أمهم أو أكلم أبوهم وين يعني الأحفاد بالنسبة لكل يعني يقول لك ولد الولد أهم من الولد يعني الحمد لله يعني أسعد المواقف بالنسبة لي أنا يعني حقيقة يعني وهو زواجي من أمم محمد لأن الحقيقة يعني أضاف إلى حياتي يعني سعادة وهناء في حياتي الحمد لله رب العالمين أحمد ربي على هذا الشيء والشيء الآخر أنه نبيل الزين يعني وصل إلى مرحلة أنه كان رايح يعني يموت كان يموت في اليوم أربع خمس مرات لما جاني مرض الرئة وطبعا يعني أتقدم حك كل إنسان في وقفوا إياي يعني وأهمهم طبعا اللي هو سموه لي العهد الله يطول في عمره ويخليه ضخر إن شاء الله وهو المستقبل يعني اللي إحنا نشوفه يعني هو ساعدني كثير أنه أدخل إلى أروح إلى تعالج في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية وأتقدم طبعا بالشكر الجزيل إلى هذا الصرح الكبير اللي هما إسرة آل سعود بالنسبة لفايدة الناس عموما عموم الناس يعني مو بس أنا اللي استفاديت كخليجي لا كل الناس وهذا الصرح اللي ينبنى اللي هو مستشفى الملك فيصل التخصصي وغيره وغيره في المملكة العربية السعودية الله يكثر من خيرهم إن شاء الله ويعطيهم إن شاء الله أزيد حق مصلحة الناس وأعتقد إن هما محبوبين والله حافظهم والله ناصرهم لأن قدمه هما ناس تعطي تعطي يعطون يعطون لا تدري شمالهم عن يمينهم ولا يمينهم عن شمالهم بالنسبة للعطاء فالحمد لله رب العالمين هذه يعني شيء اللي بعثت بعثت فيني الحياة مرة ثانية وأنه يعني أشوف أحفادي أتمتع ويأولادي أتمتع ويأحفادي وأسرتي وأتمتع مع أصحابي وأصدقائي اللي كانوا يعني هما السند بالنسبة لي لأن كانوا يعني يطلبوا من رب العالمين أو أنه يدعون لي بالشفاء والحمد لله أن الله من علي بالشفاء وأشكر كل إنسان تعاطف وياي فتشوف بعض جزء منها صور طبيعية وفي بعض جزء منها اللي هي صور مرسومة اللي هي لأولادي أولادي يعني لما كانوا صغار هذو كل رسوماتهم فأنا أحب يعني من جيت المكتب هذا والصور موجودين فهذا صورة اللي الله يرحمها الشيخ عيس بن سلمان شيخ يعني أمير البحرين حمد بن عبد الله والشيخ إبراهيم بن حمد وخوي فؤاد الله يرحمه هذه في بيروت وهذه صورة هاي صورة والدي في محل المجوهرات مالا اللي كان في الشارع باب البحرين هذا العم خليفة من مطر بعد من أكبر طواويش بالنسبة للبحرين وهذا الوالد هذا محلنا في شارع جسمه هذا محل في شارع باب البحرين وهذه بوي في محله في شارع باب البحرين مع العم الله يرحمه حسن ديفا معظم وكتي جل وكتي أقضي على في هذه الشغلة يعني لأنه ما كان عندي وكت ولا كان عندي موظفين اللي يأخذون دوري في العمل لأنه في النهار طولة أكون مثلاً ملتزم مثلاً أشياء حكومية أشياء يعني الأشياء اللي كل يوم لازم أسويها فبعدين تلاقي مثلاً أنه أخلص منها لما أخلص أتغد في المكتب يجبون لي غدايا في المكتب آكل في المكتب وأجلس على هالشغلة مثلاً على الدزاين على الـ انتقاء الأحجار انتقاء اللؤلؤ هذا كم صعبة؟ الناس كتي بتقولك سهل يعني سهل للعملية هذا السهل فعلاً والله إذا في الناس تتصور خلي تجي تشوف نشوف شنو العلم اللي عندهم أي طبعاً يعني في جهد وفي لازم عندك نظر وعندك كيف تشوف الحاجة وكيف تشوف هذا أشياء جداً مهمة أنا من كده أقول أنه الرجل أو الإنسان إذا ما عنده خبرة بالنسبة لهذه الأمور يترك ذي الشغلة لأن هذه الشغلة شغلة أول شي ذوق وبعدين يعني أنت تجاربك شنو؟ شنو بتحط من حجر شنو بتحط من لؤلؤ شنو بتحط من ألماص هذه أشياء اللي أنا كنت أتكلم عنها سابقاً أقول أنه يعني هذه الأمور لأنه الإنسان إذا ما عنده هذه المقومات لا يبتدي فيها لأن هذه الشغلة ممكن أن تجرك تعرف شغلة غالية حاج مقصرتك بي راس مالها كثير فأنت لما تبتديها لازم أنك تبتديها وأنت تكون على يقين أنك أنت رايح تنجح فيها